السلام عليكم تلميذنا الأفاضل أينما كنتم أستاذكم الفاضل يعاودي واللي لكم في مادات بين مادات الفلسفة اليوم راح نعاود ونشوفوا كيفية تحرير ما قال فلسفي باكالوريا سواء كان أدب وفلسفة لغات أجنبية كل الشو عمدهم الآن جماعة نعرف بنفسي دائما أستاذ مبارق محوس أستاذكم الفاضل أستاذ مادة الفلسفة راح نشوفوا إن شاء الله اليوم باكالوريا 2023 بتقنياتها المختلفة سواء كان جدل سواء كان الاستقصاء اليوم راح نتحطوا على باكالوريا كيف تكون التنقية كيف تكون المنهجية كيف تكون إجابة لذلك الخاص العام يتبع مع الأستاذ اليوم جماعة الخير بسم الله الهدف من الامتهاء نشح هادث الباكالوريا وشنو هو أنا علاش رايح نجوز الباك فلسفة تجور رايح نجوز الباك باش نكتب مقالة فلسفية يسمى الهدف الأول والأسمى هو التحرير مقال فلسفية بناءنا لسؤال مطروح اسمه لازم نعرفه باللي في الفلسفة هيعطينا سؤال وشا هنديروله هنجاوبولي لكن نقدر نتحصل على علامة ممتازة لكن هل هي مادة حفظ أو فهم والسؤال الأفضل والأهم ما هي مشاكل التي يتلقاها تلميذة كل هذا وأكثر راح نجاوبوا على كل استفساراتكم أسئلتكم جماعة أنا نتحدث على الفلسفة في الباكالوريا وشنو هي نلخصها لك وشمعتها فلسفة في الباك أنا نلخصها في الثلاث نقاط أساسية النقطة رقم واحد النقطة رقم اثنين والنقطة رقم ثلاثة أول شي جماعة الخير هو المنهاجية اسمه إذا حبيت تتعلم فلسفة حاجة اللولة اللي لازم بك تتعلم فيها جماعة الخير هي وشنو المنهاجية شيخ شمعت المنهاجية؟ بللي كينا حاجة وسمها تقديم كينا حاجة وسمها تحليل كينا حاجة وسمها استنتاج إذن المقالة مقسمة إلى ثلاث أجزاء أساسية تقديم تحليل استنتاج بعد المنهاجية مباشرة نحن نلقا حاجة وسمها المعلومات وستاذ وش نقصد بها المعلومات؟ هالمقالة فيها حجج سمه لازم تقدم منها حجج مقنعة حاجة أخرى فيها فلاسفة ونزاعات وأقوال فيها أهجة أخرى أمثلة وشرح للأفكار التي تقدمها إذن حد الآن رح نشوف المنهاجية رح نشوف المعلومات إخواني إخواتي رح نشوف أهم عبسة هي وشنه الأسلوب وشما أنت القاموس فلسفي كلمات إلى غير ذلك الإبداع في الطرح جماعة خاصة كذلك سلامة اللغة يسمى الحاجة الأساسية لازم تأكدوا منها أنه كان في المقالة التاعي منهاجية كان معلومات إخواني كان كذلك أسلوب مرحبا بكم في أول درس عدنا جماعة اللي رح نشوف فيه موضوع الباكالوريا جزائري فلسفة السؤال الأول يكون دائما بصيغة جدل أو مقارنة في بعض الأحيان مش دائما موضوع الثاني يكون دائما الاستقصاء بالوضع الموضوع الثالث يكون تحليل نص إذن جماعة الخير سؤالت على الباكالوريا رح يكون مقصف إلى ثلاث أجزاء واحد زوج ثلاثة خير واحد عجبك جدل حل الجدل عجبك الاستقصاء حل الاستقصاء عجبك تحليل نص حل تحليل نص لذلك اليوم رح نشوف أول حاجة لازم تلميذنا يعرفها ضروري أول شي جماعة هي منهجية جدل ماذا نقصد بالجدل وش معانتها جدل أسمع دائما أبدا سؤال الجدلي سؤال الأول في الباكالوريا يكون بصيغة جدل خاصة شعبة أداب فلسفة يقدر ينطرح مقارنة لكن للشعب الأخرى شعبة آداب وفلسفة دائما سؤال يكون جدل نحن سؤال ثاني لذلك نلاحظ رقم الثين دائما أبدا تلميذنا لازم تعرف لي السؤال الجدالي ينطلق بمن بهل نعطو أمثلة حول الأسئلة الجدلية لماذا؟ مثلا هل العلاقة بين الإحساس والإدراك؟ علاقة اتصال أم انفصال؟ تلاحظ دائما يعطيك هل؟ ويعطيك موضوع له وشن العلاقة بين إحساس والإدراك؟ ويسقسيك إما اتصال ومن انفصال مثلا سؤال حول الأنظمة الاقتصادية لماذا؟ قال لك هل الاقتصاد الأفضل يقوم على الرأسمالية أم الاشتراكية؟ سؤال آخر مثلا هل الحياة النفسية اللي هو باكالورية العام سابق قال لك شعورية أم لا شعورية؟ هل تتحقق العدالة باحترام التفاوت أم المساواة؟ دائما إخواني واش تلاحظ في السؤال الجدالي أنه دائما يبدأ بمن؟ بل هل؟ 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 مورة واش يعطيك جماعة الخير؟ يعطيك موضوع كما هنطنع علاقة الأحساس بالإدراك هنطنع لي منع الاقتصاد هنطنع على الحياة النفسية هنطنع على العدالة مورة واش يطيلك؟ يقول يطيلك موقف جماعة واش يقول لك؟ هل اتصال أم انفصال؟ هل رأسمالي اشتراكي؟ إذن شعوري أم لا شعوري؟ إذن جماعة لاحظوا دائما بأن السؤال الجدالي عبارة عن صراع بين موقفين متعارضين نبدأ باسم الله المقدمة جماعة المقدمة الجدالية عند شعبة أدب وفلسفة جماعة لها ربعا قاطي بينما في الشعب الأخرى لها زوجا قاطي ونص نفس المحتوى تنقط مش كيف كيف فقط بسفة عامة أول شيء يجب أن نبدأ به جماعة الخير شنو هو؟ هو التمهيد هو مدخل عام كأن يتحدث مع تلميذنا على أنه الإنسان اجتماعي مثلا إنسان فضولي إنسان عاقل دائما نبدأ بسفة عامة وش ندخل الموضوع سميناه تمهيد في كأقم بثنيني التعريف بالموضوع نلاحظ أن السؤال يحتلوي على الموضوع قال لك هل إحساس الإدراك؟ عرف له الإحساس الإدراك؟ قال لك هل رياضيات؟ عرف له الرياضيات؟ قال لك هل اللغة؟ عرف له اللغة إذن دائماً وش نديره جماعة نعرف الموضوع ما تفقي من؟ ممتاز جماعة التعريف نلقى بتعريف عامي شيخ شماته تعريف عامي؟ بسيط زيما عندك المثال تقول لي شيخ الإحساس هو ظاهرة فيزيولوجية هذا ما هوش تعريف فلسفي هذا تعريف تاعك نحتاجه بزاف هو تعريف واش الفلسفي جماعة شيخ شماته تعريف فلسفي؟ مثلاً عند قاموس جامي صليبة عند أوندري لالوند عند محمود يعقوبي أنا عني أصحاب المعاجم الفلسفية عموماً نفرحه بزاف لما تقول لي مثلاً 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 عاود نولي للسؤال التي تقول لك مقبيل مثلاً كتقول لي تعرفوا مثلاً الإحساس عند إدراك مثلاً عند أوندري لالوند عند الجورجياني كتعرف لي الشعور عند ديكارت إلى غير ذلك إذن التعريف العبدال مهم بش يبيننا بالتلميذ أو فاهم الدرس قلت لكم باللي نعرفه وفق المعاجم بشكون فلسفية دلنا التمهيد ودلنا التعريف أول حاجة الثالث حاجة الخطوة ورقم ثلاثة في التقديم جماعة هي إبراز الجدل بمعنى اختلاف الآراء وش معانتها؟ الموضوع الذي نحن نتناول فيه وصرة اختلفت الآراء وتجادلوا حوله فمثلاً هل العلاقة بين الإحساس والإدراك علاقة اتصال والانفيصال وش نقول له؟ بعد التمهيد والتعريف نقوم وكالآتي اختلفت الآراء الفلاسفة حول العلاقة بين الإحساس والإدراك هناك من يرى اتصال هناك من يرى انفيصال يعني من جبت اختلاف الآراء ما السؤال؟ قال لي انفيصال اتصال أنا شقلت له كان يشوف انفيصال كان يشوف اتصال مفهمتوش المثال رقم اثنين قال لك هل الحياة النفسية شعورية أم لا شعورية اختلفت الأعراء هناك من يرى بأن الحياة النفسية شعورية وهناك من يرى بأن الحياة النفسية لا شعورية وبالتالي تظهر لنا آخر فكرة هي إعادة سياغة الإشكال جمعا كلمة هش يعافي عاودي سيغ السؤال مثلا سواب يقول دايما نعطيب سؤال وحدة لولة على إحساس الإدراكة على شعوبة أداب وفرسافة هل علاقة الإحساس بالإدراك إتصال أم انفصال وعاود يكتب شو قل لك يقول لك هالعلاقة إحساس انفصال أم انفصال هذا جهل هذا إجرام في حق الفلسفة هذي ما عاود سوق السؤال هو قال لك إتصال أم انفصال تحت قلت له انفصال أم انفصال لذلك جماعة تتبهدين لتعرفوه هذا واسمه ديكارت قال لكم حرام عليينك ما قلتش هكذا يا حرام ديكارت ناظم القبر يا جماعة قال لكم حرام عليكم هذه الخدمة آية نعلمك هروح رك حاصل هروح طح لك سؤالها كفل بك قال لك هالعلاقة إحساس وإدراك إتصال أم انفصال تروح تدله تروح تحوس على الكلمة لكي ما إتصال وشنو هي الكلمة لكي ما إتصال بارك الله فيك نقدر نقوله تكامل نقدر نقوله تداخل نقدر نقوله مثلا اختلاف نقدر نقوله تنايز سمه وش ندير مش نقلب إتصال بإنفصال ولا إحساس بإدراك لا لا نبدل المصالحات ونقدر نبدل كامل مثلا نقول لك هل يمكن تمييز بين مفهوم الإساس إدراك نقدر نقول هل يقفين على طرفين نقيد أم وجهان لعملة واحدة نقدر نقول وضع خط فاصل بينهما أم هما أم داخلان يضموا أحدهما لأخ إذن المقدمة جماعة مبنية على أربع خطوات سمك نقول لك شما أنت مقدمة وش تقول لي أستاذ المقدمة هي عبارة عن فقرة فيها أربع خطوات أساسية التمهيد التعريف اختلاف الآراء ومن ثم كما نعلم فيكم إعادة سياغة السؤال لننتقل للجزء الآخر هو التحليل بعد ما شفنا التقديم إخواني تمهيد وتعريف واختلاف الآراء وإعادة سياغة الإشكال الآن نشوفوا التحليل لعليه 12 نقطة جماعة بالنسبة للأداب وفرسفة بالنسبة للشعب الأخرى عليه 15 نقطة لكن المحتوى يبقى نفسه دائما في الجذب لدينا موقفين فسأل كيف نميز بين الأول والثاني الأولوية دوما لموقف السؤال بمعنى طالعا سؤال تجبت لكم سؤال شعبة أداب وفلسفة قال لك هل تبني النظام الرأسمالي سمع هل الدولة شكون الرأسمالية تجسد الرفاهية الاقتصادية سمع هل الدولة كتكون الرأسمالية تطور وأنا على بالي بل على بالك أن الرأسمالية نغيرها تكون اشتراكية سببوا؟ نبدأوا بسم الله كيفش نبدأوا؟ نبدأوا هكا يا رأى أصحاب النزعة ونديروا النزعة اللي هنا يا إذا كنت مع العقليين قل نزعة عقلية وإذا كنت مع الاشتراكيين قل اشتراكية وإذا قلت كلاسيك قل نزعة كلاسيكية مهم نيش المهم هنا يتبع الدرس بتقول لي بزعامة شمع تطيني أسماء فلسفة وتقول لنا أن من أعطي مثال يارى أصحاب النزعة الرأسمالية بزعامة آدم سميث أن الرأسمالية تجسد الرفاهية الاقتصادية مثلا سونتيفيك طرح لهم سؤال هل الرياضية العقلية توش قلوا يارى أنصار النزعة العقلية بزعامة أفلاطون وديكارت أن الرياضيات العقلية أوكي مراها وشندي الجماعة ولتبرير حججهم لتبرير موقفهم استنادوا على ماذا على مجموعة من الحجج إذا جمع الموقف وش فيه في حجج الفلاسفة أدلة أقوال أمثيلة إلى غير ذلك إذن لما الفلسوف جمعتها خير يعطي فكرة ما يعطيهاش هكذا وفقط إنما تكون مبنية على أسس فلسفية مبرهنة ويفقى حجج سمهنا تغطينا حجج لأقوال فلسفة مراها وش نديروا مراها مرا الموقف نديروا جماعة نقد أستاذ وشمعتها نقد نجو هكذا نقوله صحيح ما تاجه إليه أصحاب الاتجاه ونجو معهم لكن لكن ما يعاب يعني شمعت النقد أنه نذكره عيوب الموقف يعني هذا الموقف قد ما فيه إيجابية جماعة فيه سلبية أوكي سمع جماعة الخير الموقف الأول وش فيه فيه يارا أصحاب النزعة مرا وشكين تبرير الحجج مرا وشكين النقد كيفشنا نبدأ النقد هكذا صحيح لكن صحيح جمعهم وما يمكن شنديروا جماعة ننتقدوا نفس الفكرة وش نديروا جماعة نديروا الموقف الثاني يارا أصحاب النزعة بزعامة أنا والحجج والنقد سمه وش درنا في الموقف الأول نديروا في الموقف الثاني سمه قلنا يارى اصحاب الموقف الاول انقولوا يارى اصحاب الموقف الثاني بررنا الموقف الاول بررنا الموقف الثاني انقضنا الاول انقضنا الثاني وهذا ما يسمى بالجدل سمع مارنا مع الموقف الاول مارنا مع الموقف الثاني وما دوش نديروا جماعة التركيب عليها ربعا قاطع بالنسبة الاداب وفلسفة ثثن قاطع بالنسبة العلوم تجريبية هكي كيفش يعرف المو صحح بالنيران يندير فيه تركيب يبدأ هكا تركيب جماعة من خلال عرضنا للموقفين ونحاول إيجاد علاقة والعلاقة غالبا 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 ما تكون علاقة تكاملية أوكي وش ما تتكامل مثلا الوحدة اللي أولا تلميضنا وشقنا الفلسفة والعلم العلاقة بين العلم والفلسفة تكامل ما كان فلسفة بلا علم ما كان علم بلا فلسفة إحساس إدراك ما كان إحساس بلا إدراك وما كان إدراك بلا إحساس رياضية عقلية وتجريبية رياضية بدات تجريبية نشأة الرياضية عند الطفل الصغير وانتهت عقلية مجرد بفضل تدخل العقل يعني تقولوا شو؟ تكامل كاين التجاوز أنا شرحوا لكم جماعة وشمعة التكامل أي أن أحدهما يكمل آخر ولا يمكن الاستغناء عن الطرف في ظل غياب الآخر طينا مثال بالعلم والفلسفة طينا مثال بالرياضية كاين التجاوز جماعة الخير طينا مثال شعور لا شعور مثلا التجاوز نديره نهارا نشرحه جماعة مثلا خاص بشعبة أداب وفلسفة عموما آخر خطوة يديرها تلميذنا هو وشنه جماعة هو الاستنتاج جماعة الاستنتاج من خلال هكذا نقوله له نستنتج من خلال العرض إذ يوافقه وتكون الخاتي ضروري ضروري نلقع هذه الكلمة نستنتج نستنتج مما سبق جماعة وكين استنتج يعني وش فهمت من التقديم من التحليل من الموقف وهكذا جماعة الخير تكون عندنا موقف موقفين نقدين تركيب خاتمة باختصار شديد تعريف الجدل وشنه هو هو عبارة عن طرح مشكلة يعني مقدمة فيها تمهيد وتعريف واختلاف العراء وطرح إشكال ربع قطوات مورها نديرو الموقف الأول وننقضوه موقف الثاني وننقضوه أما ديكاتوش نديرو جماعة نديرو التركيب ومن ثم خاتمة حاولنا نلخص كل أفكار منها نراجع الإختبار وكين نراجع الإختبار جماعة نواجد الوحيدين للفرد والمقالات والأفكار الجاهزة الواجدة اللي نخدمها شخصيا تلقاوها هنا في الإنستغرام التاعي الأستاذ مبارك محوس بارك الله فيكم نشكركم على حسن الاستماع أي مشكلة تلقا الإنستغرام التاعي في أول كومنت في اليوتيوب أعطينا رأيك من فضلك قومنا لنسحقو الشكر أشكرنا نحن رننسيو نحاولو نحاولو دايما نبسطولكم المعلومة وإن شاء الله نكمل معاكم إلى آخر دقيقة دعمكم يهمنا جماعة بقاو على خير رأيك يهمني الإنستغرام رو عندك بقا على خير شكرا شكرا